يحتفل العالم اليوم بذكرى إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان ففي العام 1948 تم إعلان هذه الوثيقة الهامة حقوق يحق لكل إنسان التمتع بها بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه أو جنسه أو لغته أو رأيه السياسي من 30 مادة جاءت في هذه الوثيقة تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية لكن هذه المادة الخامسة يبدو أن مفهومها لم يصل إلى ميليشيا الحوثي في اليمن فقد ابتدأت محاكمة عشرة صحفيين في صنعاء بتهم كيدية وفي محاكم خاضعة لسيطرتهم كان هؤلاء الصحفيون قد تم اعتقالهم منذ قرابة خمسة أعوام في السجون المختلفة لاقوا أسوأ المعاملات الإنسانية والتعذيب أصيب بعضهم بأمراض مزمنة وتم حرمانهم من أبسط الحقوق التي يحتفل العالم اليوم بإعلانها قبل 71 عاما وتعليقا على محاكمة الصحفيين قالت منظمة سام إن ميليشيا الحوثي أكدت للعالم بالتزامن مع هذا اليوم استهتارها المتأصل بحقوق الإنسان وعدم احترامها للكرامة الآدمية التي صانتها المعاهدات الدولية أما تحالف رصد وهي منظمة محلية فقد أصدرت تقريرا بالتزامن مع هذا اليوم أشارت فيه إلى أن فرقها الميدانية وثقت منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام مقتل أكثر من 15 ألف مدني وإصابة نحو 23 ألف آخرين جاء في تقرير الرصد أيضا أن هناك نحو 4300 مدني رهن الاختطاف وعن الأطفال فإن هناك أكثر من 6000 طفل مجند حتى الآن بحسب المنظمة لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فالتقرير أضاف أن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي قتلت نحو 1300 شخص دول كثيرة تتمتع بالعيش في ظل الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان أما الإنسان اليمني فإنه إما مقتل أو نازح أو خائف من هذه الحرب ويعاني آلامها المتصلة منذ خمس سنوات